إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أعلنت الحكومة المحلية في أربيل عن اتخاذ إجراءات مشددة لدرء مخاطر أي فيضانات محتملة في موسم الشتاء المقبل وقال محافظ أربيل أميد خوشناو في مؤتمر صحفي من المتوقع أن يكون فصل الشتاء هذا العام محملا بالأمطار وهناك مخاطر من حدوث فيضانات مثل السنوات الماضية وبهذا صدد قمنا باتخاذ تدابير لازمة واستعدادات وهناك مشاريع قيد الإنشاء وجزء منها تم إتمامها إضافة إلى مشاريع سيتم الشروع بها في مستقبل قريب وأضاف هناك ثمانية عشر مشروع لمديرية المياه قيد التنفيذ وأيضا يوجد خمسة وعشرون سدا قيد الإنشاء على أطراف مدينة أربيل والتي ستقلل من مخاطر الفيضانات وتفيد أيضا لتغذية المياه الجوفية وحول حملة تنظيف شارخوشناون لأنه تم تنظيف 350 كم من الجسور ومناطق أطراف مدينة أربيل وهذه ستساهم أيضا في التقليل من مخاطر الفيضانات ترجمة نانسي قنقر